أهلا بكم من جديد دخل الجيش الليبي وسط مدينة بنغازي بعد نحو عشرة أيام من المعارك ضد الجماعات الإسلامية المسلحة والتي خلفت عشرات القتلى وأجبرت مئات الأسر على الفرار وقال التقارير إن اشتباكات عنيفة ما تزال دائرة في جيوب عدة بيد أن القوات المسلحة الموالية لللواء خليفة حفتر والمدعومة من الجيش الوطني أعربت عن أملها في السيطرة الكاملة على المدينة في غضون عشرة أيام تصريحات ربما تفتح الباب أمام محادثات سلام بين الفرقاء الليبيين حيث قال الرئيس الوزراء الليبي عبدالله الثاني إنه مستعد لإجراء حوار مع خصومه شريطة أن تقدم جميع الأطراف تنازلات جدية من أجل مصلحة الوطن لكنه لم يوضح صراحة ما هي تلك التنازلات وما إذا كانت الجماعات المسلحة على اختلاف انتمائها سيسمح لها بالمشاركة في تلك المحادثات المقترحة تصريحات الثاني تأتي في ختام مباحثاته مع الرئيس السوداني عمر البشير بالخرطوم والذي أبدى الأخير فيها دعمه للجيش الوطني الليبي كما كشف البشير عن أن الخرطوم ستستضيف اجتماعا لدول الجوار الليبية أما في مجريات الأمور العسكرية على الأرض فقد استطاع الجيش الليبي والقوات الموالية للواء حفتر من بسط سيطرتها على مساحات واسعة من مدينة بنغازي بما في ذلك منطقة وسط المدينة الحيوي والاستراتيجية وفيما تخشى الدول العربية من أن تنزلق ليبيا إلى مستنقع الحرب الأهلية أكد المبعوث الأممي لليبيا برناندينو ليون أن الاقتتال الداخلي يدفع ليبيا إلى نقطة لاعودة وفي الصياق ذاته تحاول الأمم المتحدة ترتيب محادثات بين مختلف الطوائف بما في ذلك النواب البرلمانيون لتقريب وجهات النظر وإنهاء حالة الانقسام والاقتتال الدائري في ليبيا والمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي السيد مالك أشاردة وفي الستوديو ينضم إلينا البحث والأكاديمي الليبي محمد علي حداش مرحبا بكم أبدأ مع ضيفي من القاهرة سيد مالك لم يبقى إلا الحل العسكري ويبدو بأن الجيش الليبي استطاع يأخذ زمام المبادرة ولكن معالجة الجيوب هل ستدعم هذه الجيوب من قبل قبائل أخرى ما زالت على غير وآمن مع الجيش الليبي خارج بن غازي طبعا نعم محمد بداية منذ انتفاضة أو إعلان الجيش من يوم الخمس عشر من شهر أكتوبر بانتفاضة الكرامة التي التحم فيها مع شباب الكرامة في ليبيا اتفقوا على القضاء على الإرهاب هناك بعض القبائل مكونتها موجودة في بنغازي ولكن أماكنها خارج بنغازي اتفقوا على رفع الغطاء الاجتماعي عن أي من أبنائهم من المنضمين لهذه التنظيمات كتنظيم أنصار ما يسمى بأنصار الشريعة وأيضا لمن يتبع لعملية فجر ليبيا وإلى تنظيم القاعدة أيضا في درنا رفع عنهم الغطاء هي فقط مناشدة من الجيش لهم ليرجعوا عن أفعالهم التي يقترفونها ويرجعوا إلى صوابهم أما عن الخط السياسي والخط العسكري ما بين مجلس النواب والجيش الليبي يتقدمان بخطة جيدة وممتازة مع تفاوت المسافات الجيش يسبق بالكثير الخطوات السياسية ولكن في طريقهم على القضاء على الإرهاب في أقرب وقت طيب سيد محمد علي من مطلوب منه لأن يتقدم خطوة للأمام ضمن الخط السياسية الآن لمحاولة البحث عن حل حواري بعيدا عن القوة الحقيقة جميع الأطراف المتنازعة والتي تتنازع الأسماء الشرعية والثورية والدعم الدولي والآخر الأسماء وهل هذا محاربة إرهاب وهل هذا كرامة أو فجر ليبيا جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا يجب أن تقف على أنها على ليبيا في مفترق طريق خطير جدا ومنزلق شديد جدا وبالتالي يجب أن تغلى بالمصلحة الوطنية العليا ويلتق الجميع على حوار وعلى مصالح يتناصف فيها الأطراف جميعا ويستمع البعض لبعضهم حتى يقف فالمشكلة في أصلها هي سياسية وهذه المحاولة الزج أو النزلاق نحو الحل العسكر لن تحلى المشكلة ستظل المشكلة باقية وربما تتفاقم وتزاد ونقف عند أمام مشكلة التقسيم إذا تمدها تماد هذا الأمر جميع الأطراف مطلوب منها أن تتقدم بتنازلات مرة صعبة وتغلب المصلحة العليا على مصالحها الضيقة الإقليمية أو الحزبية أو حتى الشخصية فقد رأينا التشرظم الشديد في جميع الأطراف لا يوجد طرف واحد متماسك تماما طيب سيد مالك سيد برناردو ليون دق ناقص الخطر وقال بأن الأزمة الليبية قد تصل إلى نقطة لا عودة ولكن مع ذلك لغة السلاح ما زالت هي الأس الأعلى والصوت الأعلى لغة الحوار ما زالت إلى حد ما مغيبة ليس هناك من خطوة أولى البحث الآن في ليبيا عن خطوة أولى سألت ضيفنا السيد محمد من هو يجب أن يكون صاحب الخطوة الأولى قال بأن الجميع ولكن أسألك الحراك السياسي ما زال متواضعا إذا الحراك العسكري نعم محمد بداية محمد دعني أقول أن برناردو ليون هو مبعوث أممي من المفترض أن يقول بداية كسمعة سياسية له يعني لكي يتميز الجيش الليبيا الذي يقوم بعملية الكرامة حاليا في بنغازي فليس هناك شرية إلا لهذه الطرفين أما من في غربي طرابلس أما من في غربي طرابلس هم مجموعة من أعضاء المؤتمر الوطني كانوا يريدون لمجلس النواب أن يعقد في بنغازي في انتشار هذه لتتضح الصورة فقط يعني يريدون أن مجلس النواب أن يجتمع في بنغازي في انتشار هذه الكتائب المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة ليتم التحكم في القرار السياسي كما كان يتحكمون فيه في طرابلس لذلك يعني جعلوا بلعبة سياسية منهم جسم موازي لمجلس النواب في اعتقادهم كالمؤتمر الوطني والأعضاء الذين رجعوا بعد ذلك إضافة إلى حكومة سيد الحاسي نعم يعني هم فقط كانوا مصرين بداية فقط على أن تكون الاجتماعات في أو الجلسات في بنغازي عندما قرى مجلس النواب مباركة حولية جيش الليبي سيد مالك اسمح لي بهذه المداخلة لو سمحت لي لماذا لم تستطع الحكومة الشرعية الآن في ليبيا التي أنجبتها الانتخابات لماذا لم تستطع استحصال دفعة قوية من قبل مثلا الجامعة العربية كي تركز شرعيتها مقابل عدم شرعية الجهات الأخرى نعم سيدي نحن في المتابعة الجامعة العربية أبدت دعمها لمجلس النواب والجيش الليبي أيضا دول الجوار اليوم نرى السودان تغير موقفها مع أن الرئيس السوداني عمر المشير عمر البشير يقول بأن هناك يعني يجب أن تترك فرصة للحوار هذا ما قال اليوم في المؤتمر الصحفية الذي قام به مع رئيس الحكومة المؤقتة سيد عبد الله الثيني الشرعية تأتي إلى مجلس النواب ليس فقط من الشعب الليبي ألا هو يعني الشعب الليبي عندما أعطى شرعية لمجلس النواب كفاه شرعية ولكن الاعترافات الدولية كانت تتوالى الكثير من الدول اعترفت بشرعية مجلس النواب وتدعم مجلس النواب كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي طيب سيد محمد علي هل تعتقد بأن هناك تقصير عربي إذا ليبيا حقيقة الملف الليبي أمام الجامعة العربية كغيره من الملفات الجامعة العربية ضعيفة القوى مفككة رأينا في ملفات كثيرة أصعب وأعقد منها لم تفعل شيئا كثيرا يعني ربما حتى لن ننصف الجامعة العربية كان لها دور جيد في رفع الملف الليبي عند بداية الثورة إلى المجلس الأمن الدولي هذا خطوة جيدة غير مسبوقة الحقيقة لكن بعد ذلك توقف المجهود العربي لأسباب الضعف العربي المعروفة لكن هناك الضعف أو عدم المقبولية من قبل بعض الأطراف التي عطلت هذا الجهد يعني أن تقوم بجهد عليك أن تجد من يسمعك المشكلة هي في أصلها ليبيا ليبيا محظى يعني يجب أن ينطلق الليبيون نحو حل مشكلتهم بأنفسهم الجهود العربية لم تتوجه لدعم الثورة الليبية في بدايته إلا عندما وجدوا أن هناك تماسكا شعبيا يدفع نحو الثورة عند ذلك جاء الدعم العربي وجاء الدعم الدولي وراء التضحيات تماما لكن عندما يكون المشهد الليبي مفككا جدا إلى حد التشرزم حتى بين الطرف الواحد أجزاء وكما الطرف واحد مشتتة تصل التشرزم إلى أشخاص بحيث أنه يجب عليك أن تتحدث مع كل صف مع كل فرد فاعل في هذا الصف هذا التشرزم يعني مرهق جدا ولا يعطي مبرران لأي طرف أن ينزلق نحو إذا صح موحل الليبي حتى لا يغرق فيه وتكون المساعدة محدودة تتوجه نحو طرف واحد دون الطرف الآخر بحيث تعمق المسألة ولا تعطي حلًا هناك من يختلف معك في هذه الفكرة لأن المصريين فتحوا بابا للحوار السودانيون اليوم أيضا السيد عمر حسن البشير قال بأنه من الممكن أن يقوم بخطوة دعني أنتقل إلى سيد مالك الشردة سيد مالك هل تعتقد بأن بنغازي ستعطي جرعة لتحرير بقية المناطق من الإسلاميين المتشددين الذين يسيطرون على مناطق أخر؟ بالطبع محمد ولكن دعني بداية أوضح شيء واحد لضيفك ليبيا الآن ليست مشتتة ولا مفكة كما بين الأطراف ليبيا الآن يا سيد العزيز تواجه الإرهاب تواجه الدعشيين المتواجدين في درنا تواجه أبو نبيل الأنباري الذي سيتم بيعته غدا كأمير لدرنا إن لم تكن تعلم هذا عراق الجنسية وهو صديق للخليفة كنام زناء مع بعضهما في العراق ليبيا الآن تواجه كتائب ويسان بن حميد والزهاوي مما يسمون أنفسهم بمجلس شورى ثوار بنغازي ليبيا تواجه خطر الإخوان المسلمين المتمركزين في مدينة مصراتة والذين يجعلون ذراع سياسية لهم الأواه وحزب العدالة والبناء في مدينة مصراتة ليبيا ليست مفككة ولن تكون مفككة ليبيا فقط تواجه الإرهاب ولكن الجهة الأخرى وهي جهة الإخوان المسلمين عندما خسرت في مصر وتونس وآخر معاقلها ليبيا يودون أن يطيلوا عمر خسارتهم فيقولون أنها مفككة وأن الرأي ليس واحدة نعم سيد مالك وصلت الفكرة أما عن بنغازي أعفوا أنا آسف لم يبقى لدي الكثير من الوقت سيد مالك الشاردة السياسي والمحلل السياسي الليبي كنت مع عمد القاهرة شكرا لك وأبقى معك سيد محمد علي حداش إذن ليبيا ليست مفككة وإنما هناك فعاليات إسلامية متشددة من الممكن أن تربك المشهد الليبي وأربكته بالحقيقة وهي تخاف على نفسها لأن هناك تراجع حاد بالإسلام السياسي في دول الجوار يبدو أن يجب علينا الرجوع لمعاجم اللغة حتى نعرف التفكك ما هو يوجد لدينا مؤتمر ومجلس نواب يوجد لدينا حكومة وحكومة هنا يوجد لدينا يعني الإدعاء ليس بالضرورة يكون حقيقة يعني حالي يوجد لدينا كذلك يعني حقيقة الحال أن التفكك وصل إلى حتى المدينة من حي إلى حي في بنغازي هناك قتال هناك جماعات تتصارع فيما بين وتتقاذف بالصواريخ والقنابل كما تتقاذف بالألفاظ الشرعية والثورية وكل يدعي أنه صحب الحق إلى أي مدى سيخدم المشروع الليبي الموحد وجود جيش قوي اليوم في بنغازي وعدم وجود متمردين إسلاميين متشددين في هذه المدينة نعم الحل حل سياسي قبل كل شيء لا بد الأطراف الفعلة أن تجلس على الطاولة وأن تتنازل وتتقدم ضمانات ويكون هناك ثقة متبادلة ولكن القوي من الممكن أن يجعل السياسية الآخر ضعيفا ويقبل بشروطه اليوم بحاجة إلى قوي ليبيا لا تحتاج إلى قوي في هذه المرحلة؟ قوة الليبيين في أنهم يحاول وجود أجندة وطنية بدون هذه الأجندة الوطنية المتواضعة البسيطة ليست معقدة وأن عليهم أن يتخلوا عن الاحتزاز بالقوة وأنه بإمكان طرف أن يسيطر على الوضع وأن يفرض أجندته هذا لا يمكن وبالتالي يجب عليهم يتعايش ويتعلموا أن مسير السلمي والتداول السلمي على السلطة والدولة مصار صعب ويقدم تنظمنات وتنازلات متقابلة أما بطريقة الاحتراب والتسول من الخارج للدعم فإن هذا يزيد العمق المشكلة والمسؤولية تقع على الأطراف جميعا بدون استثناء هنا لا يستثناء أحد منها سيد محمد علي حداش الباحث والأكاديمي الليبي شكرا جزيلا لك إذن ملفات انتهى وهذا تذكير بأهم ما جاء فيه الدفعة الأولى من مقاتلي البيشمرق العراقيين تدخل كوبان السورية وبارزان يبدي استعداده لإرسال المزيد إسرائيل تعيد فتح المسجد الأقصى وتمنع الرجال الذين تقلوا أعمارهم عن خمسين عاما من دخوله والجيش الليبي يدخل وسط بنغازي بعد عشرة أيام من المعارك ضد الجماعات الإسلامية المسلحة ملفات انتهى شكرا لحسن متابعتكم إلى اللقاء